قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغار إنه يتعين على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حالياً 1.5% لما يقرب من 3% وذلك في عام 2023 وفقت المفوضية الأوروبية على خطة قروض دنماركية مدعومة بقيمة 3.4 مليار يورو لدعم الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة في سياق تأثرها سلباً بتداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وبموجب الخطة التي ستديرها هيئة الأعمال الدنماركية سيتمتع المستفيدون بتاجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز والتدفئة المحلية لجميع أنواع الشركات التي يديرها مورد الطاقة وبدعم ميزانية إجمالية قدرها 29 مليون يورو لمورد الطاقة من أجل تقطية تكاليفهم الإدارية المرتبطة بتأجيل دفع فواتير الطاقة طلبت الحكومة اليابانية رسمياً من الأسر والشركات في جميع أنحاء بلادها توفير الكهرباء هذا الشتاء بعد طلب مماثل في الصيف وذلك وسط مخاوف بشأن أزمة الطاقة المستمرة تعتزم الحكومة منح نقاط للأسر التي خفضت لاستهلاك الشهري للكهرباء بنسبة 3% أو أكثر مقارنة بالعام السابق بتنصيق مع أنظمة نقاط المكافأة في المرافق من جهتها ذكرت وزارة الاقتصاد أيضاً أنها تعتزم تسريع الجهود لإعادة تشغيل المفاعلات النووية التي تفي بمعايير الأمان الصارمة والتي تم تنفيذها بعد الكارثة النووية عام 2011 والتي نجمت عن زلزال وتسونامي أهائل في شمال شرق اليابان كطريقة أخرى لضمان استقرار إمدادة الطاقة حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الطاقة في بلاده من إمكانية فرض ضرائب مرتفعة على أرباحها الضخمة ما لم تقم بزيادة الإنتاج سعياً لخفض أسعار الوقود وقال بايدن أن الشركات لم تجن الأرباح نتيجة لإنجاز مبتكر قامت به وإنما بسبب الحرب الأوكرانية محذراً من فرض قيود على عمل تلك الشركات لكنه لم يحدد طبيعة هذه القيود والتي ستحتاج موافقة من الكونغرس وذكرت شبكات CNN الأمريكية أن هذا يأتي بينما بدأ المواطنون الأمريكيون يواجهون تزايداً في أسعار الوقود مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر